بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من يحكى أن من التلفزيون المصري القناة الأولى بتشرف أن يكون موجود مع حضراتكم كل يوم سبت وسائل التواصل الخاصة بالبرنامج متوفرة طول الوقت وممكن تبعطلنا عليها أي تعليقات أو أسئلة حضراتكم عايزنا في الحلقة السابقة الأسبوع اللي فات على طول فتحنا مع حضراتكم موضوع مهم وشائع الحدوث جدا جدا عند الأطفال بعد عمر السنة وهو ما يعرف بنوبات الغضب أو نوبات المزاج العصبية عند الأطفال وده اسمها العلمي اتكلمنا الحلقة اللي فاتت أنها حاجة طبيعية وبتحصل لكل الأطفال تقريبا بنسب متفوتة من بعد السنة الأولى وأكدنا لحضراتكم أنها لا تدل أبدا على اضطرابات فعالية عند الطفل وأن ما لهاش علاقة بمجهودكم في تربية أطفالكم أو تربية يعني تعاملكم مع أطفالكم أو تربيةكم الصحيحة ليهم وشرحنا برضو في الحلقة اللي فاتت أنها بتكون مرحلتين المرحلة الأولى هي مرحلة رفض الطفل لعمل شيء معين بنطلبه منه أو رفضه لإيقاف عمل شيء يعني معين هو كأنه يعمله أو رغبته هو نفسه أنه يعمل شيء زي ما قلنا ما ينفعش أو غير مسموح أنه يعمله وفسرنا من خلال ثلاث محاور ليه الطفل بيتصرف بطريقة دي وقلنا لحضراتكم طرق التعامل مع المرحلة دي باستخدام طريقة الاتصال المباشر من خلال نظرات العين ثم سؤال الإلهاء أو بطريقة توجيه الطاقة بعد كده اتكلمنا عن المرحلة التانية وهي مرحلة نوبة المزاج العصبية نفسها بقى وقلنا أن حدوثها بيكون معناه شعور الطفل بالإحباط وركزنا على العلامات التلاتة الأساسية اللي بتصبق حدوث النوبات دي وأكيد برضو قلنا كيفية التعامل مع النوبات العصبية دي لما تحصل مش بس كده وإزاي كمان ممكن نستفيد منها بعد انتهاء أنا بدعوكم الحقيقة أنكم ترجعوا لوسائل التواصل الاجتماعي وتشاهدوا هذه الحلقة سواء كاملة أو مقسمة لأجزاء لهميتها الكبيرة والارتباطها طبعا لأن احنا بنكمل النهاردة بقى في الحلقة دي نفس الموضوع وختمنا الحلقة مع حضراتكم بطرح خمس محاور لاستكمال الحديث في هذا الموضوع أفلنا الحلقة اللي فاتت بخمس أسئلة المفروض نعمل إيه لو حصل الموقف ده من الطفل برا البيت وهل في طرق إضافية للوقاية من نوبات المزاج العصبية غير اللي قلناها الحلقة اللي فاتت وهل تفكرنا في العقاب لما تحصل النوبات دي تفكير صح ولا لأ وإيه هو مفهوم الانضباط أصلا عند الطفل من الناحية السلوكية وأخيرا وده كان السؤال الخامس هل في مواقف في موضوع نوبات المزاج العصبية دي تستدعي التواصل مع طبيب الطفل الخمس نقط دول أو الخمس أسئلة دول هنتكلم عنهم دلوقتي بكل تفصيل وهنبدأ بالسؤال الأول أو المحور الأول المفروض نعمل إيه لو حصل الموقف ده من الطفل خارج البيت الحلقة اللي فاتت كان كل كلامنا نده بيحصل في البيت بداية عايزين نرجع نأكد أن فرص حدوث هذا الموقف سواء في وجود أغراب في البيت أو حدوثه خارج البيت هو الاحتمال الأقل يعني مش كتير وإحنا قلنا الحلقة اللي فاتت كده أكتر نسبة حدوث لما يبقى الأب والأم يعني أهل البيت الأب والأم والإخوات طبعا لو إخوات أكبر أو أصغر النسبة اللي بعديها لما يكون فيه ناس قريبين من العيلة النسبة الأقل بقى أنه في وجود أغراب يعني ممكن تحصل بس النسبة قليلة قوي أن الموضوع ده يحصل بقى برى البيت بالنسبة قليلة يبقى ده أمر لازم نكون فاهمينه أن مقارنة بنسبة حدوث هذه الموقف في البيت هو أمر قليل سواء زي ما قلنا في وجود أسرة الطفل فقط أنا بأكد تاني هو أو وجود أفراد مقربين من العيلة الطفل متعود عليهم طيب قلنا في الحلقة اللي فاتت أنه من آليات التعامل مع نوبة المزاج العصبي لما تحصل في البيت فاكرين قلنا إيه كنا كنت بكالي الأمهات قلنا أن إحنا بنسيب المكان اللي فيه الطفل تمام وقلنا أن فيه احتمالين بيحصلوا الاحتمال الأول أنه يفضل الطفل على حالته لكن بيكون بإيقاع أهدى وأقل من البداية ويفضل يهدى كده لغاية ما يتعب وينتهي الأمر الواحد وده غير مستحب أن إحنا نسيب الطفل يعني أن إحنا نسيب الطفل ليوصل للمرحلة دي بس أنا بقول لكم أنه هو هيسكت لوحده وما تقلقوش يعني والاحتمال الثاني أنه هو أنك تسيبي المكان زي ما إحنا قلنا تسيبي المكان هو هيجي وراك عشان يكمل ضغطه عليك واللي بيكون في صورة نوبة المزاج العصبي بأي ملمح من الملامح اللي تكلمنا عنه طيب إذا حصل بقى الموقف ده برى البيت بيكون التصرف مختلف والحقيقة أن الموقف أساسا بيكون أصعب لازم نعترف يعني أولا لأنك مش هينفع تسيبيه وتروحي مكان تاني وسانيا لأنه نظرات الناس الموجودين في المكان أو في الموقف بتكون عامل ضغط إضافي عليك وعلى الأب علشان كده ممكن الطاقة يعني طاقة التحمل بتاعتكو تجاه الطفل تكون أقل وبالتالي تفكري في ضربه مثلا يعني سواء كأمة أو أب إن حضرتك تضربه وبكل تأكيد بقول لحضراتكم كأمة أو حضرتك كأب إن التفكير ده اللي هو الضرب يعني هو تفكير خاطئ تماما أولا لأنه هيخلي الطفل يكرر النوبات المزاجية العصبية دي مش هيقللها زي ما بعض منكم بيتصور فعلا بتزيد لما الطفل بيتضرب بتزيد بتزيد حتى بعد كده وسانيا لأنه هيخلي حضراتكم ببساطة ككبار تظهروا بمظهر أسوأ من طفلكم طيب إيه بقى التصرف السليم لما الموضوع ده يحصل برا البيت التصرف السليم هو تغيير المكان بمعنى الخروج للشارع مثلا إذا كنتم في مطعم أو في محل أو في السوبر ماركت خلاص ممكن على فكرة برضو لو أنتم موجودين في مطعم أو حاجة زي كده تروحوا بالطفل ده الحمام الموجود في المكان ده مجرد اقتراح يعني وده إذا كان الجو برد مثلا أو في مطر يعني إذا كان في برد قوي برة أو كده المهم إن إحنا نغير المكان فنغير المكان إيه إنه ممكن حضرتك مثلا تشيلي أو تخديق وتتجولي كده في المكان إذا كان المكان واسع أو تروحي الحمام تفتحي كده التواليت وتدخلي بس يعني توقفي بس بي المهم إن إحنا نغير المكان طبعا الأفضل إنه لما الجو يبقى كويس إن شاء الله يعني خلاص هيبقى كويس بعد كده يعني بإذن الله المفروض انه ان احنا بنغير المكان خالص يعني مثلا لو احنا موجودين زي ما اقول لكم جوه محل نخرج بره جوه السوبر ماركت نخرج بره جوه مطعم نخرج بره نخرج بره عند الباب كده الطفل باقي يشوف حاجات تانية يشوف عربيات ماشية وناس ومش عارف ايه وحاجات زي كده اذا تعذر هذا الامر بنغير مكاننا جوه نفس المكان طيب في اماكن طبعا يعني انا الشيء بالشيء يسكر في اماكن وجود الطفل الصغير فيها بيكون غلط من البداية يعني عشان بس نبقى متفقين يعني غلط ان احنا نروح بالطفل مثلا قاعات السينما او دور العبادة المساجد او الكنائس فاهمين قص ده غلط من البداية انا بكلم عن طفل الصغير خلاص كده طبع على فكرة كل اطفال الصغارين في السن ده اللي بعد السنة الاولى اما بيدخلوا السينما مثلا بيعيطوا على طول بيصرخوا وبيعودوا بيعيطوا تمام طبعا اذا حصل الموقف ده وانتم بقى ماشيين في الشارع اصلا يعني مش جوا مكان انتم اصلا ماشيين فالصح انكم تتوقفوا برضو لدقايق وتتحملوا الطفل وتصبروا عليه لانه هيهدى هيهدى خلال دقايق انتم بس الوقت بيعدي عليكم بسرعة انما لو مسكتوا stop watch كده او ساعة هتلاقوا ان الموضوع بياخد من ديئتين لتلت دقايق على اقصى تقدير طيب اذا الموقف حصل وانتم في العربية يعني اذا كانت عربية حضراتكم فالمفروض انكم بتتوقف بتقف يعني بتركن كده وتقف وبرضو حد ينزل من العربية بالطفل جنب العربية مع مراعاة كاملة طبعا لعوامل الامان سواء لحضراتكم او لباقي العربيات لكن بنبه ان اكمال حركة العربية والطفل على الحالة دي بيكون فيه خطورة عليكم كلكم انا هنا باتكلم عن ايه بقى الام مثلا سايقة وابنها الصغير ده حصل ماينفعش تفضلي سايقة حضرتك او حتى لو حضرتك كأب انت اللي سايق اوقف اوقف الدنيا مش هتطير اوقف خده في اي مكان آمن يعني خد جنب كده ودي اشارات الانتظار ووقف ووقف خالص الصح بقى كمان ان حضرتك او الام تنزلوا بيه كده بقولكوا دقيقة او دقيقتين تغيروا بس تفتحوا الباقي وتنزلوا بيه توقفوا كده بيه شوية ايه دقوا انت دخلوا تاني العربية طيب اذا كنتم في سيارة مش بتاعتكم تاكسي مثلا او غيره من وسائل يعني هي التطبيقات النقل وكده نقل الاشخاص يعني ممكن تطلبوا من السواق انكوا تتوقفوا زي ما قلتلكوا الدقيقة اما في حال اذا كنتم في وسيلة مواصلات جماعية زي مثلا المترو الانفاء او القطار او الاوتوبيس فممكن نستغنى عن النزول بتغيير مكان الطفل وبالتالي الاب والام هيغيروا كمان مكانهم يعني مثلا انتوا عاديين في مكان هتغيروا مكانكم معلش يعني مثلا لو انتوا عاديين في حتة معانا هتتجهوا بيه للأمام او هتتجهوا بيه للخلف طبعا انا عارف ان في مواقف بتكون صعبة شوية زي مثلا وسائل المواصلات الجماعية صغيرة الحجم زي المايكروباس مثلا ايقافها بيكون صعب لكن ممكن برضو بيكون فيه بعض التعاون بين الناس يعني ويسمحوا للطفل وللي شايلوا ان هم يغيروا مكان جلوسهم الدنيا مش هتتهد يعني 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 قبل ما سيب النقطة دي الحقيقة عايز اقول حاجة لكل اللي بيسمعوني بقى دلوقتي قبل بس ما نسيب النقطة دي بالذات ارجوكم يا جماعة لما يحصل موقف زي ده قدام حضراتكم في اي مكان بقى اي مكان هو حصل فين يعني في مكان ما مطعم متجر سوبر ماركت وسيلة مواصلات شارع يا ريت نتصرف احنا بقى كمشاهدين يعني للموقف نتصرف بانسانية بنتصرف بانسانية مع الطفل ده واسرته يعني مفيش اي داعي اننا نزود الضغط اللي اصلا بيكون كبير على الاسرة دي سواء بقى بنظرات امتعاض او تعليقات سخيفة يعني اللي هو فيه ناس بقى بتقعد تعلق كده او يبصوا كده ويتعمدوا ان هم يخلوا الاب والام يعني اللي في الموقف ده يشوفوهم ها الامر ده بيزود دي الام والاب او حتى بيحفزهم وده الخطر ناحية ان هم يتصرفوا مع طفلهم بطريقة عنيفة وخليكم متأكدين ان ده موقف خارج عن الارادة وممكن فعلا ينتهي فيه دقائق قليلة جدا اذا تصرفنا بشيء من الرحمة والانسانية زي ما قلت طبعا الرحمة والانسانية ونزود عليهم التعاون بقى لو احنا في قطر في مترو يعني نغير مكان نساعد بعض تمام يبقى اتفقنا ان تغيير المكان هو الخطوة الاولى في التعامل مع الطفل لما يكون في نوبة مزاج عصبية خارج البيت طيب اول خطوة تغيير المكان الخطوة التانية هي الحضن ايوة حضراتكم سمعتوا كويس الحضن حضن كبير كده يحتوي الطفل ويطمنه فاكريني لما قلتلكم في الحلقة اللي فاتت ان احد الوسائل بتكون الهزار الحضن ده الحضن يكون فيه طبطبة وصوت هادي انسي بقى انت حضراتك مثلا كأم انت شايلة ابنك انسي اللي حواليك احضني كده وعطي طبطبي عليه وكلمي بالراحة وعليش ما تزعلش يكنك بتهميسي كده له خلاص صدقوني هي دي الطريقة العلمية والطريقة الفعالة اللي تنجح في النوع ده من المواقف واول لما الطفل بيهدى نتعامل معاكا ان الموقف الموقف اللي كان فيه ده انتهى من فترة طويلة احنا انسيناه خلاص ولا كأنه حصل الاطفال في العمر ما بين سنة واربع سنوات بعد انتهاء نوبة المزاج العصبي بيكونوا لذا فضله صحين يعني بيكونوا على حالة مؤقتة من الهشاشة والضعف الشعوري وهم اول ناس بيكونوا عارفين ان هما تصرفوا غلط وتصرفوا بمبلغة هما عارفين لكن لما بيلاقوا مننا احنا بقى كام وكاب التسامح والاحتواء والحنية بتزيد عندهم القدرة على الاستيعاب والتعلم ومن هنا بيحصل التحسن اللي اتكلمت فيه مع حضراتكم في الحلقة اللي فاتت وقلنا ان التعامل الصحيح هو ده التعامل الصحيح بالمناسبة يعني التعامل الصحيح مع السلوك ده بين عمر سنة وثلاث سنين او بين عمر سنتين وثلاث سنوات بيقلل جدا فرص حدوث نوبات المزاج العصبية او نوبات الغضب بعد كده في عمر اربع الى خمس سنوات دي كانت النقطة الاولى في حلقتنا النهاردة اول سؤال ماذا لو حصل هذا الموقف خارج البيت قلنا هنتصرف ازاي طيب النقطة التانية او السؤال التاني هو هل فيه طرق اضافية للوقاية من نوبات المزاج العصبية غير اللي احنا قلناها الحلقة السابقة اجابة هذا السؤال وغيره احنا يعني هنقول ده بالتفصيل احنا قلنا فاكرين لما قلنا الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن مواقف كتيرة نعرف نتصرف فيها هنعمل ايه هنا نعمل ايه هنا طريقة التنبؤ وهكذا وهكذا تمام طيب مع كل اللي احنا قلناه عشان كده انا بقولكم ارجعوا للحلقة دي على وسائل التواصل شوفوا الحلقة على فيسبوك على يوتيوب سواء كانت كاملة سواء كانت مقسمة الى اجزاء بس لازم تشوفوها علشان تفهموا اللي احنا بنقوله دلوقتي لاني بقولكم هو هل فيه طرق اضافية للتعامل مع الطفل في نوبات المزاج العصبية او نوبات الغضب غير اللي احنا قلناها الاجابة ايه والحقيقة ان الطرق دي بقى هنقشها بكل تفصيل بس بعد ما نطلع الفاصل الاول في حلقتنا النهاردة يحكى ان بيستكمل النهاردة معاكم حلقة التعامل مع نوبات المزاج العصبية عند الاطفال خليكم معانا فاصل وهنرجع لكم اهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية في الجزء التاني من حلقة النهاردة بفكر حضراتكم ان احنا بنتكلم عن نوبات المزاج العصبية عند الاطفال وده استكمال للموضوع اللي فتحناه مع حضراتكم الحلقة السابقة في الاسبوع الماضي على طول في الحلقة السابقة اتكلمنا عن بعض طرق الوقاية من نوبات المزاج العصبية وانا قلت لحضراتكم ارجوكم ارجعوا لها لان احنا بنكمل الموضوع دلوقتي هنقول لحضراتكم على طرق اخرى للوقاية طيب اولا انت عندك افضلية على طفلك انت كام او انت كاب عندك افضلية على الطفل بمعنى انك عارفة ان نوبات المزاج العصبية دي لازم هتحصل احنا اتفقنا يعني خلاص انت عارفة انها حاجة هتحصل هتحصل مش بس كده ده انت كمان بتبقي عارفة ايه اللي ممكن يسبب النزاعات او الصراعات دي يبقى ببساطة انت ممكن تعملي اجراءات احترازية استباقية علشان تحاشي الاحتكاك والخلاف مع الطفل قدر المستطاع نقول مثل شهير جدا قلنا الحلقة اللي فاتت الموبايل التليفون من البداية كده لازم نخفيه عن عينين الطفل حطيه في درج مثلا او في قوضة بعيدة عنه يعني عن الطفل ولما يكون فيه حاجة ملحة او طارقة تكون مكالماتك قصيرة والافضل ان المكالمات تؤجل وتتعمل اما وطفل نايم او وهو مشغول في حاجة بيلعب مثلا او بيتفرج على تلفزيون او ما الى ذلك تمام ثانية لما تطلبي من الطفل انه يعمل حاجة اطلبي ده بلهجة ونبرة ودية خلي كلامك في صيغة طلب مش امر تفرق كتير اول مفيش اي مشكلة انك تستخدمي تعبيرات زي لو سمحت اذا عايز اكيد كلمات تانية زي شكرا وهكذا هيكون لها وقع جميل على الطفل بس مش لازم رد الفعل الحلو من الطفل يحصل من اول مرة ما احنا اتفقنا بقى يعني ممكن تقولي له ايه لو سمحت حضرتك ممكن نبطل ده لو سمحت ممكن نشيل اللعبة دي لو سمحت ممكن نقوم بقى دلوقتي عشان نغير مثلا خلاص شكرا فاهم ازيق الطريقة هي مش لازم بقى عشان انا حديك قلتي لو سمحت مرة انه هيقولك حاضر يا مام او هيبصلك كده نظر التستجابة موارد انه ولا يحصل حاجة احنا بنراهن على التعود وعلى التكرار ان دي تبقى طبيعتك مع الطفل رد فعله هو هيكون زي طبيعتك اذا ما حصلش من اول مرة بيحصل من المرات التالية ثالثا ايه تالت طريقة اضافية للوقاية كل ده غير اللي احنا قلناه الحلقة اللي فاتت خلوا بالكم قوي بقى من النقطة دي بلاش انفعال لما الطفل يقول لا بلاش انفعال على فكرة معظم الاطفال بيمر عليهم فترة ويثبتوا كده زي ما احنا بنقول ايه انت علقت بيعلقوا على كلمة لا ويبقى الموضوع ده زي ما يكون يعني حاجة آلية يعني الطفل كأنه بيستنى نقول له حاجة عشان يقول لنا عليها لا او حاجة يعني او يعني حاجة او تعليمات او ما الى ذلك ده حتى احيانا لما نقول له مثلا هنعمل لك نوع اكل معين نوع اكل هو بيحبه يقول لا الرفض هنا عند الطفل مش معناه لا بالمعنى الحرفي لا هو انا بقول او معناه انه يعني مش معناه انه بيرفض الحاجة اللي بنتكلم فيها وخلاص لا 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 الموضوع بالنسبة للطفل اعمق من كده الرفض عند الطفل هنا معناه بكل وضوح اقول لكم بقى جواب يقول ايه انا عايز ااكد على شخصيتي وسيطر على الامور والحقيقة ان الطفل بيقعد يقول لأ لحد ما يتأكد ان المعنى الضمني ده وصل لنا فاهمين ازيه بيفضل هو ماسك في الحاجة عشان كده احنا لقول لأ يابني انت علقت هو انت كل حاجة انيقول لك عليها تقول لأ هو هنا مش بيقول لأ على حاجة معينة هو بيقول لأ في المطلق هو بيبعت لنا رسالة لما يضمن ان الرسالة دي وصلتنا واحنا قرناها وفهمناها يبدأ يتخلى عن الرفض طيب نعمل ايه علشان يقتنع ان احنا فهمنا قصده الداخلي ده ان احنا جتلنا الرسالة يا عم وفهمناها بكل بساطة مش لما يقول لأ ننقض احنا عليه او ايه ازاي تقول لأ او مش عارف ايه بالعكس ده احنا هنلعب معاه هنلعب معاه لعبة زهنية يعني هنستجيب للرسائل النفسية دي لما تقول له حاجة مثلا وقالك عليها لأ خلاص هتعيدي اللي بتقوليه بكل هدوء ووضوح يعني كراري تاني الطلب اذا غير رأيه تمام اذا اصر على معركة الرفض مش بنعقبه لكن بنطرح بدائل او بنأجل طلبنا معركة التكيف والمعاملة طويلة وانا بقول معركة لان فعلا هي معركة فيها خطط وبدائل وخداع استراتيجي كل ده مع الطفل لكن هي في المجمل معركة ده ما خفيف وبريئة والانتصار فيها لحضراتكم مضمون اذا امنتم بحكمة يعني حكمة معينة اننا خسرنا جولة بس اكيد هنفوز في اخر المعركة خدوا الموضوع كده رابعا اختاري خلافاتك مع طفلك يعني مش عايز اقول مع زوجك كمان يعني المفروض خلينا نقول في طفلك دلوقتي خلينا مركزين في الاطفال يعني خلي احتمال الخناءة على حاجة تستاهل مثلا انه يبقى ماسك ايدك وانتم في الشارع يعني وعايز يسيب لا يبقى انت هنا تصري فيبقى فيه خناءة بس هتصري انه يعد وراء مثلا وانتم في العربية انه يحط حزام الامان وغيرها يعني تمام دي كلها امور لها اولوية وتستاهل الاسرار منك كأم او منك كأب لكن مثلا انه عايزا يأكل الكوسة قبل ما يأكل حتة فكهة على فكرة الاطفال وهم صغيرين ما بيفرقش معاهم او اختلاف الطعام يعني ممكن لقى عايز يأكل حاجة من اللي قدامه انت شايف ان دي حاجة هتتاكل بعد الاكل او تتاكل في نهاية الاكل واخدبالك ما تصريش على دي او انه مثلا لازم يغير هدومه لما تكونوا مثلا برا وعايز اتغيري له هدومه يعني هدومه بقى كلها ويلبس لبس البيت وهو راجع عمال يشاور عالتلفزيون وعايز يتفرق عالتلفزيون خليه يتفرق شوية وبعد شوية قولي له يلا بقى ان قوم نغير هدومنا وبتاع دي امور التنازل فيها مش مضر انتو حضراتكم في مشكلة انكم بتفتكروا لما الطفل يصر كده ان انتو لازم تصروا في المقابل ليه بقى بن قسين علشان يتربى علشان يطلع بيسمع الكلام مش هي دي التربية التربية هو اللي احنا كل اللي احنا عملين نقوله ده انما اللي انتو بتقولو ده او بتصروا عليه دي مش تربية ده عناد انتو بتعناد خليه التنازل مقبول في حاجات طبيعية وخليك مقتنع دايما ان الطفل اللي بيقول لأ كتير الطفل اللي بيقول لأ كتير لما يلاقي الام والاب بيقولوا لأ بس على حاجات قليلة ومحددة فهو ده الطفل اللي بيكون مطيع ومتفاهم بعد فترة قصيرة قادمة ومش هو ابدا الطفل اللي تربيته هدبوز زي ما كتير من حضراتكم لسه بقول ممكن يتصور تمام قلنا كده اربع نقط خامسا ما تعرضيش على الطفل اختيارات مش موجودة اصلا بمعنى ما تعمليش معا صفقات على امور لا تخضع للتفاوض زي ايه مثلا يعني لازم يستحمى مثلا ما تقولي لوش طيب نستحمى ولا نلعب لا ما هو اكيد ممكن يختار اللعب تحب النام ولا تحب ان احنا نلعب ما فيه امور ما ينفعش تطرحي فيها اسئلة احنا هنستحمى احنا هننام دلوقتي فاهمين قصدي يبقى ما تطرحيش نقط فيها اختيارات على حاجات ما ينفعش يكون فيها الاختيار احنا مش هننزل الشارع خلاص فيه طفل اطفال كده لما تجبر شوي ابو عايزين ينزلوا الشارع خلاص الطفل عايز يدخل المطبخ مش هندخل المطبخ غلط لان المطبخ البتجاس شغاله وحاجات خطر خلاص دي امور ما فيهاش مساومة ما فيهاش اختيارات فاهمين قصدي وبلاش حكاية الرشاوي الرشاوي اه بالحلويات او بالخروجات عشان يعمل الاساسي المطلوب منه يعمل الواجب الاساسي ما فيش ابدا ما يمنع ان احنا نقدم مكافأة للطفل او نقدم له حافز لما يعمل حاجة ما اطلبتش منه انه يشيل حاجته مثلا او انه هو يساعدك في حاجة فاهميه او انه كان مثلا متعاون وايجابي معاك في وقت انتي كنت محتاجة فيه انك تركزي وتنجزي حاجة معينة فاهمين قصدي هنا هو الطفل ساعدك يا سلام انت كده ساعدتني برافو عليك خلاص حتى لو هو مش حاسس اوي انه هو عمل حاجة او عمل جميل بس انتي بتحسسين ان تصرفه ده تصرف انتي بتشكري عليه انما ما تقوليش ايه يلا نخش نستحمى عشان اديك حاجة حلوة ده غلط او يلا فاهمين قصدي الاساسيات او الواجب المطلوب منه خلاص يعملوا من غير مكافأات او رشاوي زي ما احنا بنسميها اتباع القواعد الاساسية مش محتاج لرشاوي ولا مكافأات خليكوا فاكرين القاعدة دي كويس اوي لان الحكاية دي بتعلم الطفل مخالفة القواعد الاساسية لما ننسى نقدم له الحافز او المكافأة او الرشو سادسا ودي بقى عكس النقطة اللي فاتت مش احنا قلنا ما تتفوضيش او ما تقدميش اختيارات في حاجات مفيش فيها اختيارات عكساها بقى النقطة السادسة خلي عندك مرونة وقدمي للطفل بعض الاختيارات في حاجات بسيطة زي ايه مسلا اختيار لبس النوم اختيار يعني او مش لبس النوم او لما ييجي مسلا هيستحمى نلبس دا ولا دا لما تيجوا خارجين نلبس الطاقم ده ولا نلبس الطاقم ده قصة عايز يسمعها منكو في الكتب اللي هي بتبقى الكتب والقصة نقرأ قصة دي ولا قصة دي قناة تلفزيون بيحبها أكتر تحب نتفرج على القناة دي ولا القناة دي اللاعب عايز يلعب بيها في وقت معين أكتر من غيرها نلعب بدي ولا نلعب بدي خلاص أهو انت بتتراحي بدائلة دي مرونة منك ومرونة منك كأب تشجيع استقلالية الطفل في الأمور البسيطة دي بيكون له أثر كبير قوي إنه يسمع كلامكم بعد كده ويرضيكم في أمور تانية مهمة سابعا نتجنب الأسباب أو المواقف اللي احنا عارفين إنها مرتبطة بنوبات المزاج العصبي عند الطفل يعني مثلا إذا وجوده معانا أو وجوده معاكي وانتي بتشتري حاجات للبيت ده بيخليه يجبط في حاجات كتيرة هناك يبقى بلاش هو في المشوار ده لو لعبه مع قرايب له مثلا أكبر شوية بينه في العمر بيخليه يتعصب أو بيتدخله بعد كده في نوبة غضب أو كده يبقى برده نحاول نتجنب ده ونشتغل على إصلاحه وبرده في النقطة دي إصلاحه طبعا مع الأكبر يعني في النقطة دي برده عايز أتكلم في حاجة قبل منسبة بلاش الإحراج والكسوف يخلونا نيجي على أطفالنا نهدر حقهم يعني هقولكو يعني إيه في أطفال وأحيانا كبار والله يعني فيه كبار كمان بيعملوا حكاية دي بس فيه أطفال خلينا في الأطفال دلوقتي فيه أطفال من سن كده تمن سنين فما فوق بيكون طريقة لعبهم مع الأطفال الصغيرين كلها عنف واستفزاز يعني فاهمين قصد تلاقيوا الطفل الكبير ده بيغيز الطفل الصغير بيديقوهم فيه أطفال بتعمل كده مش بقول كلهم فيه أطفال بتعمل كده يستفزوهم يديقوهم ده حتى أحيانا يحولوا الأطفال الصغيرين دول لعبة أو تسلية يعودوا إيه أكنهم بيشلوهم أكنهم بيعملوهم أكنهم عايزين يبينوا يعني أنهم مكبار وللأسف ده بيكون واضح للكبار يعني واضح للأهل الكبار يعني لكن بقى ما تلاقيش توجيه أو تنبيه وتدخل بقى المسألة في دايرة إيه لو مثلا أم أو زوجها يعني تقول زوجها مثلا خلي بارك بس أنت كده هتحرجيني قدام أخويا أو أنت هتحرجني قدام أختي لأن الأصول أن أنا كأب أو أم لما لاقي ولادي اللي أم الكبار بقى شوية بيمثلوا ضغط على طفل صغير لازم أنا اللي نبه ولادي وكون أنا اللي حريص أنه هم ما يبقوش مصدر دي أو مشكلة طب افترضنا أن أنا ككبير ما عملتش كده يبقى لازم بقى أهل الطفل الأب والأم ما يجملوش بقى في حاجة زي كده يمنعوا هم بقى الحكاية دي لا يا حبيبي كده أنت كده بتضيقه أنت كده بتضيقه أنت كده مش بتلعبه هو كده متدايق خلاص وهنا لا في زعل ولا في حاجة عشان كده أنا بقول لكم ما تخلوش الإحراج والحسابات اللي هي الغر يعني الغر منضبطة دي تخليكو تيجوا على حق أطفالكو الأطفال من حقهم أن هم يبقوا عادين في أمان الله في أطفال تبعاعدة كده هادية في أمان الله وتلاقي أطفال أكتر في اجتماعات عائلية ومش عارفية تلاقي أطفال يدايقوهم فعلا بيغزوهم يعني تمام ثامن نقطة نشارك الطفل ألعابه أو نشاطه إذا كان هو حابب كده وده يعني أنا عايز أقول لكم مجرد أعدتنا مع الطفل هو بيلعب يعني هو بيلعب كده روحت أنت قاعدة معاك ده على الأرض أو حضرتك قاعدت معاك أب على الأرض أو هو بيتفرج على التلفزيون قاعدت جنبه ده معناها كبير قوي بالنسبة للطفل معناها أنكم وفقين ومبسوطين من نشاطه الهادي اللي هو بيعمله ده وده بيدعم ثقة الطفل في نفسه وبيخليه حس أنه هو بيحسن لاختيار وأخيرا ودي تاسع بقى نقطة أظن يعني قلنا هت يعني هنقول لدي تاسع نقطة غير اللي قلناه من الحلقة اللي فاتت حفظوا دايما على روح الدعابة والبساطة مع بعض ومع أطفالكم مع بعض كأزواج حضرتك وامراتك وحضرتك وزوجك دايما كده خلوا فيه روح مريحة كده في البيت وده هتتنقل للأطفال كمان هتلاقوا فيه جو عام كده مريح جو عام كده بسيط ومريح الأطفال المبسوطة الأطفال اللي بتبقى مبسوطة واللي بتدحك بيكونوا أقل عرضة للإصابة بنوبات المزاج العصبية بنسبة 45% عن الأطفال اللي على طول متنشنين أو في أجواء فيها توتر وده ما بين عمر السنة الأولى وحتى الثنة الثالثة من العمر طيب جاوبنا كده على سؤالين من الخمسة بتوع حلقة النهاردة سؤالنا التالت في حلقة النهاردة هل تفكرنا في العقاب لما تحصل نوبات المزاج العصبية دي تفكير صحيح ولا خطأ وبكل وضوحة هو مباشرة بقول لكم إجابة هذا السؤال أن التفكير في العقاب في المواقف دي هو تفكير خاطئ أرجوكم بلاش تلجأوا إلى عقاب يؤذي طفلكم جسديا أو إنفعاليا صحيح أن الطفل مطلوب أنه يفهم أو يدرك أن التصرف ده خاطئ لكن ده مش معناه أن إحنا نضرب أو نسرخ أو نهين الطفل وهقول لحضراتكم ليه ده غلط لما نطلع للفاصل التاني والأخير في حلقة النهاردة علشان نرجع نكمل مع حضراتكم يحكى أنه مازال متواصل خليكم معا أهلا وسهلا بحضراتكم في الجزء التالت والأخير من حلقة النهاردة وقبل الفاصل سألنا ليه غلط أنه نحن في نوبات المزاج العصبية نلجأ لضرب الطفل أو لمفعال عليه بشكل مؤذي لنفسيته إحنا قلنا هل تفكرنا في العقاب ده أمر صح ولا غلط وقلنا إجابة مباشرة أن ده خطأ خطأ أن إحنا نضرب الطفل أو نزعق له أو نسرخ فيه أو نهينه وهكذا وقلت هقول لكم في الجزء التالت ليه ده غلط الإجابة بقى في الحقائق التالية أول حاجة أنه حتى لو ضرب الطفل أو أننا نسرخ في وشه أدى لإيقاف نوبة المزاج العصبي عند الطفل في وقتها فالحقيقة ده بيكون توقف مؤقت وليس توقف دائم وكل اللي عملوا كده من الأباء والأمهات في اللحظة دي اللي هما سمعيني فيها عارفين ومتأكدين أن الطفل لما بيتضرب ما بيتوقفش نهائيا عن السلوك ده بعد كده ثانيا بصو يتضرب ليه ده احنا قلنا ده حاجة طبيعية وقلنا في الحلقة دي تسع طرق للتعامل غير اللي قلنا في الحلقة اللي فاتت ده غير الشرح أنه ليه الموضوع ده بيحصل وأنه ده حاجة طبيعية وهكذا تاني نقطة ليه ليه العقاب بالضرب أو بالسريخ أو كده ده غلط إذا عملنا هذا التصرف الخاطئ سواء بالضرب أو الزعيق القوي للطفل أو الاثنين مع بعض غالبا بيبقوا الاثنين يعني فده بشكل مباشر ومن غير أي لبس بيعلم الطفل أنه بصفة عامة في الحياة ما فيش أي مانع من الضرب أو الزعيق فحد لما يكون الطفل مضطرب أو منزعج أو زعلان فاهمين قضي يعني احنا بنقوله اعمل انت كمان كده وأعتقد أنه مش من المنطقي أبدا أننا نضرب الطفل مثلا وبعد كده نرجع نقوله يعني بعد كده نقوله إياك تضرب حد أو نسرخ فيه وبعد كده نقوله ما تسرخش وكأنه ده حق لي نحنا بس لأ طبعا غلط وللأسف ده اللي بيحصل من كتير قوي قوي من حضراتكم عشان كده أنا بحذركم تاني أن ممارسة السلوك الخاطئ ده مع الطفل نتائجه فعلا وحشة جدا وبتخلي الطفل ده يمارس العنف بأشكال مختلفة بعد كده سواء مع أخواته أو زملائه في الحضانة أو في المدرسة في الحضانة يعني ده سن الحضانة أو يعني لأنه زي ما قلنا بيكون مقتنع أن دي طريقة مقبولة للتعبير عن الغضب وتقديب اللي بيدايقه ما هو هو دلوقتي مقتنع أنه هو بابا وماما عملوا معايا كده ليه عشان متدايقين يبقى أنا لما تدايق لأسباب بقى تانية من وجهة نظره لما حاجة تحصل بقى تدايقه هو كمان يعمل كده يضرب ويسرخ ويعمل كده تالت حاجة ليه لتصرف ده غلط العقاب الجسدي ممكن يؤذي الطفل ممكن يؤذيه فعلا لأن فيه أباء وأمهات لما بيكونوا أصلا متدايقين أو محبطين من حاجات تانية ما بيقدروش يسيطروا على مفعلاتهم يعني بيتصرفوا بمبلغة مش عايزة أقول كلمة تانية يعني بس أنتوا أكيد تفاهمين قصدي خاصة أنه هما متأكدين أن الطفل مش هيرد الأزى ده يعني بفعل مماثل مثلا أنتوا فاهمين قصدي يعني تلاقي الأم والأب يفتروا بقى على الطفل وتلاقي أن السبب أصلا هما متدايقين من حاجات تانية بس اللي هو إيه بقى يعني بالبلد كده يطلعوا غلهم في الطفل لأنوا عارفينوا أنه ضعيف ومش هعمل لهم حاجة حتى مش عارف يرد عليهم فده حرام يعني مش إنساني ومش متحضر ومفروض ما نعملش كده أبدا فكروا كده شوية في الكلام بس اللي أنا بقوله ده هتلاقوا أن فعل الضرب فعل غير حكيم وغير إنساني أصلا زي ما بقول بأي شكل رابع سبب ليه الضرب أو السريخ أو الاتنين غلط والحياة دي بقى من أخطر النتائج يعني اللي بتحصل بسبب تكرار العقاب الجسدي هي أن الطفل بيزيد استياءه وديقه من أهله وقد يلجأ إلى ما يعرف بسوء السلوك المستتر وده بيظهر ما بين من اسمه سوء السلوك المستتر في الدرة بيظهر في صورة بقى ارتكاب الطفل ده لأفعال وتصرفات مؤزية وبشكل سري زي أنه مثلا يرمي حاجة من حاجاتكم في القمامة مثلا حاجة عارف إن هي حاجة مهمة بالنسبة لك يروح رميها من الشباك رميها بس من وراكو أو يرميها في الصندوق القمامة يعني خلاص يعني سواء أو يتعمد يبوزها يعني لو حاجة طبعا يعني أنا بتكلم عن الحاجات اللي يقدر يوصلها فاهمين قصدي خامس سبب ليه السلوك ده غلط مع أطفالنا ودي آخر نقطة في يعني في السؤال ده إن سوء السلوك في بعض الأحيان بيكون وسيلة استجداء بيقصد بها الطفل لفت الانتباه له تخيلوا بقى يعني حضراتكم ممكن يعني فعلا تخيلوا معايا مدى التعاسى بقى اللي بيكون فيها الطفل ده أصلا أو الأطفال دول في الحالة دي هم أساسا حاسين بالوحدة والإهمال حاسين بالوحدة والإهمال ووحدهم كده وما فيش حد بيعبره ولا بيسأل فيه يوم يعين يعملوا بقى يلجأوا لأفعال مؤذية مؤذية جسديا ليهم عشان نشوفهم يعني ونحس بوجودهم العقاب الجسد يا جماعة مؤذي جدا جدا مش بس للطفل لكن كمان للي عملوا سواء الأب أو الأم وعلميا العقاب الجسدي هو الأقل فاعلية في وسائل الانضباط عشان كده طبعا لازم نقول هي دلوقتي بقى إيه هي وسائل الانضباط المتاحة لنا عشان نتعامل مع الطفل في الحالات دي أول حاجة ممكن نلجأ لها هي عزل الطفل لفترة محدودة في مكان بنغيره كل مرة يعني اللي هو إيه نقعده في قطه مثلا مر مرة تانية في قضة تانية مرة تانية في سريره إذا كان تحت عمر السنتين بيبقى عندهم سرير كده اللي بيبقى له يعني ما يقدر شوية يطلع منه وأنا بقول لكم مش كل مرة في قطه ليه؟ عشان ما يتراكمش جوه زهنه أو جوه عقله إن قطه دي هي مكان العقاب فيبتدي يكرهها فيبقى مش عايز ينام فيها ولا عايز يلعب فيها ولا عايز يقعد فيها لا مكان العزل ده أو مكان العقاب ده أو عزل بمعنى إيه إن إحنا ما بنكلموش يعني إنت هتقعد كده لوحدك شوية والفترة على فكرة لازم تبقى يعني ريزنا بولسامة بنقول أو عقلانية أو منطقية خمس دقايق، ثلاث دقايق، عشر دقايق خلاص هو بقى يدى يساق بس إحنا بنفهمه ونقوله عشان أنت عملت كده فأنت هتقعد هنا بقى كده مش هتلعب معنا مش هتلعب دلوقتي مش هتعمل حاجة كذا 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 للفترة دي لغاية ما نعد من الوقت ده الوقت ده أو في الوقت ده يعدي ديقتين وهكذا تاني حاجة أو طريقة من طرق يعني الفعالة طرق انضباط ممكن نعملها عشان الطفل ينضبط هي الحرمان من اللعب وده الفترة برضو محدودة تالت طريقة هي إلغاء خروجة أو فسحة رابع طريقة إيقاف نشاط محبب للطفل فترة برضو محدودة زي إيه نشاط محبب للطفل؟ زي الفرج على التلفزيون مثلا قصد ان انا ما جبتش بقى سيري تلا تابلت ولا تلفون اللي هو الموبايل ولا اللي هو ايه انا هحرمك من الموبايل لمدة ساعة ما هو اصلا حضرتك مش المفروض انه يمسك الموبايل دي ايه احد في العمر ده فاهمين قصدي؟ يبقى هو نشاط مسموح بيه نمنعه عنه زي الفرج على التلفزيون مثلا نقفل التلفزيون فترة معينة عشر دقايق خمس دقايق نص ساعة وهكذا خامس طريقة هي ايقاف الكلام مع الطفل لفترة قصيرة برضو نخصمه يعني انه مش هنكلمك والعلمكم بقى الطريقة الاخيرة دي اللي هي الخصام دي انا عارف دلوقتي انه هو ايه نخصمه ده بينفع معه خصام انا عايز اقولكم بقى انه علميا دي من اكتر الطرق فاعلية بشرط ان احنا ننفذها من غير مبلغة واي طريقة من الطرق اللي قلناها دلوقتي لازم يسبقها خطوات محددة نكررها في كل مرة يعني فاهمين قصدي يعني مش هنيجي فجأة كده ونقول طفل انت معاقب انت معاقب يعني بمعنى ايه هتقعد في قطك هتقعد في سريرك هتمنع مش عارف لا في قطوات لازم نعملها ايه هي اننا نقول للطفل بشكل واضح ما تعملش الشيء ده واه الاطفال ما بتفهمش ضمنا هما ما بيفهموش من نظرة زي ما بعض الناس كده اصنا بصله اصنا بصطله ايوة يعني حديك معناها ايه بصطيله بصطله يعني معناها ان انا بقول له ما تجيش جنب الحاجة الفلانية يا سلا ليه طب وليه ما قلتي هاي ما هو الطفل مالوش ده هو على ما يفهم بقى النظرات دي لغة العيون دي خصوصا مع بعض الامهات يعني بيبقى فيه تنوع في النظرات التحذير يعني خلينا نكون ابسط واوضح نقول له ما تعملش الشيء ده دي الاول خطوة الخطوة التانية ودي طبعا لو الطفل ما استجابش لخطوتنا الاول اننا نقول له لأ بشكل صريح يعني الاول قلنا ما تعملش الحاجة الفلانية هو تجاهلنا لأ ما تعملش الحاجة الفلانية ونكرر كلمة لأ ونكمل بعد كده الجملة يعني زي ما قلتلكم لأ ما تعملش الحاجة الفلانية يعني بنفس بقى الطلب الاولان ومن غير ما نزعق اذا برضو ما استجابش بنقوم ونشيله وضهروا لينا يعني نبعده عن الشيء ده او الفعل الي احنا رفضين انه يعمله عايز يروح نحية حاجة مثلا ما ينفعش يروح عايز يروح نحيط كهرابة عايز يروح نحيط جهاز وهكذا خلاص بعد كده بنختار طريقة أو أكتر من الطرق الخامسة من وسائل الانضباط اللي لسه قيل لك عليهم أو قيل لكم عليهم وبنقول للطفل إحنا هنعمل إيه يعني إحنا هنعمل إيه إحنا هنعمل كذا 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 إحنا إنت هتقعد هنا لوحدك إنت دلوقتي مش هتتفرج على التلفزيون إنت دلوقتي أنا مش هكلمك إحنا بنقول إحنا هنعمل إيه مفاتيح النجاح في النوع ده من المواقف هو الثبات على المبدأ ها والتنفيذ بهدوء مش بس الثبات على المبدأ يعني الثبات على المبدأ مع عصبية لا غلط الثبات على المبدأ والتنفيذ بهدوء اعملوا الحكاية دي بنفس الخطوات دي اللي أنا بقول لكم عليها لما الطفل كل ما الطفل يقرر يعمل حاجة غلط ما تزهقوش ما تزهقوش وخليكم مقتنعين زي ما قلتلكم كده إنها معركة فعلا زي ما قلتلكم يعني قبل كده والانتصار فيها هيكون للطرف الأكثر صبرا طبعا في مرات أنا عارف يعني إن إحنا مش في عالم افتراضي مش في عالم خيالي عالم واقعي طبعا في مرات ممكن العصب تفلت طبعا ويحصل تصرف عصبي منكم لكن لما يحصل خطأ عارض ها خطأ عارض في وسط سياق متصل من التصرفات الصحيحة فالنتيجة الإجمالية بتكون في صالح نجحكم فاهمين قصدي؟ يعني اتصرفتي مرة غلط إنما اتصرفتي عشرين مرة صح يبقى الدنيا ماشية بردو كويس هي مش بالمرة فاهمين قصدي؟ وإذا حسيت إنك قربتي تفقدي السيطرة على أعصابك اتنفسي كده بعمق على فكرة الكلام ده مش هزار مش اللي هو اللي هو إيه أعد بقى من واحد لعشرة أه تعدي من واحد لعشرة إن رد فعلك أصلا هيخليكي وإنتي بتعدي كده في سرك ملاش يا سيدي تعدي اتنفسي كده بعمق وهدي وكرري المحاولة مش عارفة اطلبي المساعدة من يعني اطلبي المساعدة من الأب إذا كان موجود يعني في البيت ده في البيت معاكي في الوقت ده يعني ما كانش بالشغل ولا حاجة وركزي دايما يعني وفقري دايما كايما إن انت الطرف الأكبر أنا بكلم الأمهات ليه لأن الأمهات هم اللي في احتكاك دائم ومستمر حقيقة ما طيب فتكري دايما إن انت الأكبر والأندج أنا مش ماتحك عليك أنا بقول أنا بفكرك بمزاياكي بمواصفات حضرت إن انت الأكبر والأندج والأعقل وفكري نفسك على طول إن طفلك الصغير ده مش قصد إنه يدايقك ولا إنه يربكك ولا إنه يضغط عليك عشان كده انت هتتصرفي بحكمة وهتتصرفي بهدوء صدقيني كل ما مارستي يعني كل ما انت مارستي الانضباط الزاتي ده في المواقف دي كل ما بقى عندك خبرات وفرص حلوة جدا إنك تساعد طفلك على الانضباط اللي انت عايزا يبقى عليه ودي فرصة حلوة قوي قوي إن أنا أكلم حضراتكم عن المحور الرابع في حلقتنا النهاردة وهو مفهوم الانضباط عند الطفل من الناحية السلوكية تربية الأطفال يا جماعة تجربة صعبة بجد أنا مش بنكر تجربة صعبة بجد ومليانة تحديات ومغامرات لكنها مليانة برضو فرص للنجاح والإنجاز في العمر ده الطفل عنده خبرة محدودة بجد خبرة محدودة فعلا عن الغلط والصح عشان كده أنا عايز أصحح لحضراتكم معنى مهم جدا عن مفهوم الانضباط عند ناس كتير قوي الانضباط هو الخوف والعقاب والالتزام المطلق بالتعليمات مع إن الانضباط فيه مضمونه ومعناه عند الطفل هو الحب أيوة الطفل بفطرته وخدرته على الاكتشاف والتطور بيتوقع إن المحبة والعناية هم أساس العلاقة مع الأم والأب وكل ما كانت المحبة والعناية والحنية واضحين للطفل وحاسس بيهم من بدري في علاقته بيكم كأم وأب كل ما ده شجعه على التجارب اللي ليه حدود وأهم الحدود دي هي حبوا ليكم وحرصوا إنكم فعلا ما تزعلوش منه احترامنا للطفل ومحبتنا له بيعلموه احترامه للناس ولنفسه وكمان إنه يحب الناس ويحب نفسه سيطرتنا على نفسنا في الامفعالات لما يغلط هتخليه يعرف الخير من الشر والغلط من الصح وبحسبة بسيطة لازم المرات اللي طفلك يحس فيها بمحبتك وعطفك سواء كأم أو كأب تكون أكتر بكتير أوي من المرات اللي هيحس فيها بالانتقاد أو هيواجه فيها العقاب اليوم اللي هتنزعجي فيه من سلوك طفلك أو سلوك وحش هو عمله يعني لازم يقابله أيام وأيام أكتر يحس فيها أنك بتحبيه وفخورة به وبشكل عملي لازم كل أم وقب يكون عندهم تصورات واقعية عن سلوك أطفالهم من خلال نشاطاته يعني مثلا الطفل اللي بيحب يتحرك كتير لازم نتوقع أن وجوده مربوط بحزام الأمان مثلا في كرسي في البيت لفترة طويلة عايديقه الطفل اللي بيحب الاكتشاف بأيديه أكيد هيحس بالإحباط لو لقى أنه تحت إيده عدد محدود من الألعاب أو الحاجات يعني ما بتتغيرش الأطفال يا جماعة لسه مش عارفين الغلط من الصح مش عارفين مثلا أن الحاجة اللي بتقع على الأرض مفروض ما ناكلهاش مش عارفين أن شد الشعر غلط مش عارفين أن الجري في الشرع خطر تبليغ الطفل بالرسالة مرة واحدة مش كفاية مش كفاية أبدا مش كفاية أبدا أنه يستوعبها لازم نعلمه ونفهمه ونكرر ونصبر عليه علشان يفهم ويستوعب القواعد اللي احنا بنقولها والطفل كمان مش هيتعلم كل حاجة في نفس الوقت يعني مثلا ركزي أنه من الشهر التاسع من عمره لغاية سنة ونص أنه يتعلم يتعامل مع الحاجات الأمان في محيط حركته وأجلي شوية قواعد السلوك المهزب لبعد كده وهكذا ما تحملوش الطفل فوق طقته عشان ما يحبطش ولا أنتم تحبطه آخر بقى نقطة هقولها في حلقة النهاردة هو السؤال الخامس وهو هل في مواقف بعد الشر يعني تستدعي استشارة الطبيب في موضوع نوبات المزاج العصبية الإجابة أيوة لكن مبدئية لازم تعرفوا أن نوبات المزاج العصبية المفروض أنها بتبدأ تقل تدريجيا تقل ما بقولش اختفت من بعد منتصف السنة الرابعة يعني هتبتدي تقل زي ما أقول مش هتختفي إنما وجود علامات معينة بتستدعي استشارة طبيب الطفل إمتى بقى بتحصل أن النوبات دي تزيد بعد سنة 4 سنين ونص مش تقل وزي كمان أن الطفل يكون أثناءها بيأذي نفسه أو بيأذي غيره أو أن الطفل يكون خلال النوبات دي بيضمر حاجات من اللي حواليه يعني برضو إذا صاحب النوبات دي وجود كوابيس متكررة وإذا بدأ يظهر إهمال في عادات النظافة الشخصية وإذا كان برضو فيه ألام في الراس أو البط أو إذا ابتدى الطفل يرفض الأكل أو يرفض النوم وأخيرا إذا تكرر موضوع أنه يمسك تنفسه اللي كلمت عنه في الحلقة اللي فاتت أثناء النوبات دي للدرجة اللي ممكن تخليه لا قدر الله يفقد الوعي طبيب الطفل في الأحوال اللي قلناها دي هيحلل معاكي الأمور وهيقرر مدى احتياج الطفل للمساعدة من ناحية تخصص طب نفس الأطفال أو لا دي كانت حلقتنا النهاردة أو بمعنى أدق حلقتنا التانية النهاردة النهاردة والأسبوع اللي فات واتكلمنا فيهم عن نوبات المزاج العصبية عند الأطفال إن شاء الله الحلقة الجاية واللي بعديها مخصصين بالكامل لأسئلة حضرتكم تحية ترجمة نانسي قنقر